السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة على قناتكم من نبيل كستان وفي سلسلة الحلقة الثانية من جزء شرح منصة الأوكي اكس في الجزء الأول شرحنا كيفية التسجيل في منصة الأوكي اكس وشرح ما هو الأوكي اكس حيث اكتجفنا أنها تعتبر من أفضل المنصات للتداول على العملات الرقمية شرحنا كيفية التسجيل كيفية تسجل فيها أيضا شرحنا الأوبشن شرحنا السباوت شرحنا الفيوتر وشرحنا بعض الأمور المهمة جدا في منصة الأوكي اكس وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح لكم كيفية تكسب دخل قارعيزي الكرام عن طريق الأوكي اكس من خلال الاتخار والتخزين أو ما يعرف بالستاكينج والسيفينج كل هذا أعزائي الكرام سوف نشرحه الآن خليكم معنا وقوموا بمشاركة هذه الحلقة من الألف إلى ريال طيب أعزائي الكرام الآن إن شاء الله سوف نشرح لكم كيف تكسب دخل قارع من منصة الأوكي اكس وعن طريق الأوكي اكس ايرن كما سنشرح الآن سواء على الشيكينج أو على الشيكينج وسوف نبدأ إن شاء الله بالشيكينج والكثير منكم بالخصوص المبدلئين سيقول لي يا أستاذ ما هو الشيكينج طيب الشيكينج هو عملية الاحتفاظ بالعملات الرقمية في محفظة الأوكي اكس لماذا؟ من أجل الحصول على مكافأات إما بنفس العملة أو عبر عملة أخرى وهذه العملية من أجل المساهمة في توثيق المعاملات على البلوكتشين معين وعليه أعزائي الكرام فإنه يتم استخدام الشيكينج على نطاق واسع في الشبكات والتي تعتمد على آلية إثبات الحصة الـ POS أو أحد متغيراتها يعني مجملا تقوم بالاحتفاظ بالعملات الرقمية لكي تكسب أموال ونسب مئوية من ذلك التخزين طيب لكي لا أطيل عليكم هذه كانت فقط نبدأ لشرح ما هو الشيكينج طيب كيف سنعمل هذه القضية مثلا نحن سجلنا في حساب الأوكي اكس لدينا يو إيز دي تي كيف يمكن لنا أن نقوم بشيكينج لأحد العملات طيب كل ما علينا هو أن نضغط هنا على فايننس ونذهب إلى الإيرن الطريقة أعزائي الكرام لا تختلف بتاتا عن الأبليكيشن طيب نضغط هنا على ستريكينج سيعطينا هنا بعض العملات الرقمية المتاحة لعمل ستريكينج أيزي الكرام أو لتخزينها لمدة معينة وهنا أيزي الكرام أشياء مهمة جدا تحسب لمنصة الأوكي اكس على سبيل المثال هذه العملة الـ Guild File هنا يقول لك إذا أردت أن تقوم بتخزينها فلا يمكن لك أن تقوم بسحب أو استخراج الأموال إلا بعد تسعون يوما يعني بعد ثلاثة أشهر طيب إذا خزنت هذه العملة تقريبا ثلاثة أشهر على الأقل ماذا سأكسب؟ سأقول لك ستكسب مدى صعود أو نزول العملة زائد دخل تابت أيزي الكرام يقدر بـ 118 في المئة هذا شيء جيد جدا هذه العملة إذا خزنناها فقط 30 يوما سنكسب 42 في المئة يعني فقط شهر ستكسب مدى صعود أو نزول العملة زائد دخل تابت ألا وهو 42 في المئة وهذه النسب تختلف بصراحة من منصة لأخرى وهذا ما يميز منصة الـ OKEx الذي تعتبر من بين أفضل المنصات للتداول في العملات الرقمية كذلك ومثال في هذه العملات يعني أعطيك جميع العملات الصالحة لعمل ممكن أن نقوم بمشاهدة المزيد منها هنا ممكن البحث على أي عملة تريد مثلا هذه العملة سالت ممكن أن تخزنها 60 يوما أو 30 يوما 60 يوما ستكسب 47 في المئة و 26 يوما تكسب أو 30 يوما سوف تكسب 26 في المئة مثلا نحن عندنا 100 USDT نريد تخزين عملة البورينغ وشراء عملة البورينغ لمدة 30 يوما فقط سنكسب 36 في المئة كدخل تابت خلال انتهاء 30 يوما نضغط هنا على سبسكرايب نعم هنا نختار مثلا نريد تراء 200 من عملة البورينغ هنا بعض المعلومات سيقول لكم مثلا نحن قمنا بعمل سبسكرايب في 27 من شهر 12 سنتهي عملية التخزين في 27 من شهر 1 سنة 2022 ونضغط هنا على سبسكرايب خلال وان داي اعزائي الكرام سيتم تأكيد عملية التخزين انصحكم بشدة بتجربة الستويكينغ فيها مميزات اولها انك سوف تخزن عملتك لمتطويلة وهذا شيء جميل جدا فاذا اردت ان تنجح في العملات الرقمية ضروري من الصبر وان تخزن للمدى الطويل انا اظن ان 90 يوما كافية ومهلة جيدة جدا للتخزين ليس هذا فقط الشيء الجميل التاني او الميزة التانية هو انك ستكسب نسبة مئوية تابتة لا تتغير طيب هذا كان في الستيكينغ الان نمر الى شيء مهم جدا وهو السيفينغ اعزائي الكرام او الاتخار نذهب اليه هنا بالنسبة للاشخاص المبتدئين ايضا يتساءلون ما هو السيفينغ وكيف سوف استفيد منه وكيف سوف اربح اموال منه فالسيفينغ اعزائي الكرام هو ان مثلا وصولك الرقمية المحفوظة في محفظة الوكي اكس ستنمو تلقائيا حتى بدون تداول وهو بصراحة منتج دقيمة مضافة تمكن المستخدمين من مشاركة دخل الوكي اكس من قروض الهامش فمثلا عندما تضع عملتك الاحتياطية في السيفينغ فهذا ستقرد به الصندوق كقروض هامش لمتداولي الهامش في منصة الوكي اكس وبعد ذلك سيتم تخصيص جزء من دخل الفائدة على الهامش المحصل من المتداولين كفائدة على السيفينغ الخاص بك او على مدخراتك وهو بصراحة من الامور التي يغفل عليها جل المتداولين في منصة الوكي اكس او منصة التداول في العملات الرقمية فمثلا هنا يعطيك البروجيكت او التوكن او العملات التي يحق لك ان تقوم بعمل الدخار لها او عمل سيفينغ لها مثلا نلاحظ هنا الاكسي انفينيتي عملة الصولانا هنا تجد جل العملات فليكسيب الاعزائي الكرام فمثلا سنشرح عملة الصولانا اذا قمت بالدخار لها ستكسب 36% بدون تداول وانت نائم ايزي الكرام مثلا اذا اردنا التقدم والدخار عملة الصولانا نضغط هنا على سبسكرايب هنا كيف العادة ايزي الكرام تختار مثلا اريد خمسة من عملة الصولانا نعم هنا ساكسب 36% في المئة اعزائي الكرام ونضغط هنا على سبسكرايب وهذا كان هو السيفينغ او الادخار اعزائي الكرام وايضا لاحظوا في الارن اوكي اكس ايرن ديفاي شيء مهم جدا يجب عليك ان تقوم بالدخول له دائما وتجربة السيكينغ والسيفينغ ايضا الديفاي والديفاي قمنا بشرحه في بعض المنصات الاخرى فالديفاي في الاوكي اكس جيد جدا فمثلا هنا نسب مئوية في عملة الكاباود بدون فيس ممكن ان تختار اي عملة اعزائي الكرام مثلا نحن نختار على سبيل المثال ونعمل لها سبسكرايب اذا اردت ريوارد اعزائي الكرام كان هذا شرح الاوكي اكس ايرن وايضا شرح الاتخار والتخزين او ما يعرف بستيكينغ والسيفينغ اتمنى تجربتهم اعزائي الكرام واذا كان لديكم اي استفسارات او اي تساؤلات في هذا فاطركها اسفل الفيديو سوف اقوم بالاجابة على جميع تعالقكم اعزائي الكرام في الحلقة القادمة ان شاء الله سوف نشرح لكم المحفظة اللامركزية او الاوكي اكس والت وسوق الاوكي اكس والنفتي ماركت بلايس وبعض الاشياء المهمة ايضا في منصة الاوكي اكس فخليكم معنا ستكون حلقات مفيدة وشيقة جدا دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته